هل تعلم أنه لا يوجد صحابي واحد اكتفى بزوجة واحدة؟ الصحابة رضي الله عنهم كلهم عددوا عدد الصحابة كما قال الإمام أبو زرعة الرازي 114 ألف صحابي هل تعلم أنه لا يوجد صحابي واحد اكتفى بزوجة واحدة؟ من الصحابة من تزوج باثنتين ومن الصحابة من تزوج بثلاث ومن الصحابة من تزوج بأربع وأنا لا أعلم بيتا في بيوت الصحابة كان فيهم رأة واحدة زيادة على ذلك الصحابة كان عندهم الجواري وكذلك كان عندهم زواج المتعة وزواج المتعة في بداية الإسلام كان جائزا ثم بعد ذلك صار حراما ثلاثة أشياء كانت متاحة بالنسبة للصحابة تعدد الزوجات والجواري وزواج المتعة وجاء في التوراة في كتاب بني إسرائيل أن داود عليه السلام تزوج بألف امرأة وجاء في صحيح البخاري أن سليمان عليه السلام تزوج بمئة امرأة والحسن بن علي سيد شباب أهل الجنة تزوج أكثر من سبعين امرأة وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول للناس لا تزوج الحسن فإنه مزواج مطلق قالوا والله لنزوجنه نريد شرفكم أهل البيت وفي دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح تزوج أكثر من ستين امرأة أنا لا أدعوك إلى الزواج من ستين امرأة أو سبعين امرأة بل أنا أدعوك إلى الزواج من زوجة ثانية فقط يعني أنت في هذا الزمان حياتك كلها تكتفي بزوجة واحدة أنت مظلوم زوجتك من طول العشرة أصبحت تنظر إليها وكأنها أختك الزوجة الزكية العبقرية هي التي تسعى لإسعاد زوجها لماذا تحرمه من الحلال يقول رئيس الجهاز المركزي للإحصاء أنه يوجد في مصر 13 مليون عانس فوق سن الثلاثين محرومات من نعمة الزواج البيوت مملوئة بالبنات ولذلك بعض الآباء والأمهات لا ينامون الليل من شدة الحزن على بناتهم التي تجاوزن سن الثلاثين فيا أيها المتزوج بزوجة واحدة أدخل الفرحة والسعادة على هذه البيوت الحزينة بالله عليكم هل من العدل أن تتمتع بعض النساء مع الأزواج وتبقى الأغلبية محرومات من الرجال أنا أريد من كل امرأة متزوجة أن تتخيل نفسها مكان المرأة المحرومة لتعرف مدى المعاناة التي تعانيها تلك المرأة المحرومة النساء العوانس كان الله في عونهن الفتن تلاحقهم من كل مكان عفوهم بالحلال احفظوا المجتمع من الرذيلة والله العظيم المفروض أي رجل متزوج بزوجتين نضرب له تعظيم سلام وله منا كامل الاحترام الله لو عاد ميت إلى الدنيا أحمدك من أمك من اتقى الله جاءه الرزق من حيث لا يحتسب لا يصلي الله لا ينظر إليه يجوج لكم السكوت قال مخافتك يا ربي مخافتك يا ربي مخافتك يا ربي